الأمراض اللي كنا بنسمع عنها ونربطها بعامل السن وإنها أمراض كبار السن فقط للأسف بقينا نسمع عن انتشارها كمان بين الشباب من ضمن بقى الأمراض دي هي مرض خشونة المفاصل اللي بقى منتشر بصورة واضحة بين الشباب الفترة الأخيرة بسبب كتير جدا من العادات الغلط اللي بيعملوها عشان نعرف بقى هي الأسباب اللي ممكن تخلي الشخص يتصاب بخشونة الرجبة وإزاي بنعالجها وتفاصيل تانية كتير معنا في استوديو منتصف في اليوم الدكتور أحمد زايد استشاري جراحات العزام والوفاصل أهلا بحرك معنا في الاستوديو أهلا بيك يا فاند دكتور في البداية عايزة عرف من حضرتك يعني ايه خشونة مفاصل خشونة مفاصل يعني الغضروف المادة الغضروفية المبطنة للمفصل تمالي اي مفصل بيبقى متكون من عضمتين بينهم غضروف الغضروف ده لازم يكون بصحة جيدة علشان المفصل يتحرك كويس خشونة المفاصل هي ان الغضروف ده نفسه بيبدأ يضعف ويحصل فيه تشققات ويحصل فيه التهابات هو ده تعريف سريع لخشونة المفاصل طب ايه أشهر المفاصل اللي ممكن يجي لها أو تتصاب بخشونة أكيد طبعا الرجبة دي أكتر حاجة فعلا منتشرة أكتر حاجة موجودة وطبعا بعد كده بيبقى يفصل الفقد ومع تخضم السن بيحصل خشونة برضو في العمود الفقري دي أكتر ثلاث حاجات بيتيجي فيها الخشونة طب هل يا دكتر خشونة المفاصل هي مراحل؟ اه طبعا مراحل ده سؤال حلو قوي هم أربع درجات فور جريدز الدرجة الأولى والتانية والتالتة والرابعة طب ايه الفرق أبا من كل درجة والتانية لأن للأسف احنا فجأة لما منتصاب بالحاجة بنرتبك ومنكنش عارفين احنا في الدرجات الأولى اللي ممكن ننقذها وتتعالج بسرعة بلحاجة بسيطة ولا هي كل حاجات العزام بتبقى صعبة ده الفكرة اللي احنا كلنا واخدينها ان كل أمراض العزام أو أي حاجة نتصاب بها ليها لقب العزام كل لها بنرتب ونخاف ونخاف من حتى طريقة العلاج انها تتول طبعا الدرجة الأولى هي طبعا دي أبسط درجات بيحصل شوية التهابات في الأضروف وبيحصل فيه زي تشكوخات بسيطة جدا دي بتبقى عارضها ان بيحصل ألم ألم في المفصل وألم في الرجبة مثلا أو في الغضروف فالمريض بيبدأ يقول الألم ده حاجة غريبة علي فهذه الحالة لازم طبعا نصح نتوجه على طول الدكتور العزام ويعمل أشعات اللازمة عشان نشوف دي هل فعلا خشونة ولا حاجة تانية فدي الدرجة الأولى بعد كده لو هي تتطور للدرجة التانية أو التالتة أو الرابعة كل ما ده بيحصل تشكوخات أكتر في الغضروف وبيحصل فيها نقر وقرح لحد ما الغضروف أحيانا في السن الكبير بيتتاكل خالص بيكونش فيه غضروف بيكون العطب على العطب يعني عطب على العطب ده معناها انتهاء خلاص المفصل وان الغضروف يتاكل تماما فالدرجة الأولى دي درجة بتصيب الشباب مثلا اللي بيسيئوا استعمال مفاصلهم السومان شوية اللي بيقعدوا مثلا كتير تانيين رجبتهم اللي مثلا طبيعة شغلهم فيها انها لازم يقعد مثلا على أرفيسه كتير قاعد على رقب كتير دي تمالي اللي بتصيب الشباب دي الدرجة الأولى فالدكتور احنا طول عمرنا ربطين بخشونة الرجبة أو تعب المفاصل وكل الكلام اللي هو اللي بييجي للكبار فعلا الأمراض كبار سن لكن للأسف بقالنا فترة كبيرة قوي بنلاقي شباب كتير قوي بيتصابوا بخشونة مثلا في الرجبة فليه ده بقى منتشر بشكل كبير جدا ما بين الشباب دي عادة بتبقى لسوق العادات زي ما قلت لحضراتك السمنة السمنة بتعمل موضوع الخشونة ده هو أو الأوضاع الخاطئة أو مثلا واحد مثلا بيحمل عليها كتير من دول الشباب كل بيروح الجيم بيحمل في الجيم غلط عليها فبيضع في الغضروف من كتر التحميل فلو الشباب النهاردة بيجلهم خشونة في الغضروف بالدرجة الأولى أو الثانية فبتبقى سوق استعمال وبتبقى من الأوضاع الخاطئة اللي بياخدها الشاب اللي من دول طب حريك قلت يا دكتر أنه أي شخص بتصاب بخشونة الرجبة أو خشونة المفاصل عمتا بيحس بألم إيه أعراض تانية ممكن لما حس بيها في رجبتي لازم أتجه للطبيب وحس أن أنا كده ممكن أكون معرضة أن أنا يبقى عندي مشكلة في الرجبة غير القلم ممكن يقول لك مثلا رجبتي بتخني يعني بتخلى بيه كلمة اللي هو بتخلى بيه وممكن يحس فيها بانتفاخ شوية كل حصل فيها ارتشاح فدي كلها أعراض لازم عطلة توجه للطبيب يقول لك رجلية بتخلى بيه رجبتي بتخلى بيه رجبتي بتخني رجبتي مش عارف أنام الليل من كتر القلم فالحاجات دي كلها لازم يتواجه للطبيب لما تحصل هل فيه أعراضي دكتر بوقتة بمعنى أن أنا ممكن لو أعدت غلط رجبتي توجعني لشوية الفترة هل وقتها لازم أخاف وشك وروح للدكتور ولا طبيعي بعد أي وضع غلط مثلا لعبت رياضة زيادة تانيت رجلي بتريقة غلط طبيعي الواجهة ده طبيعي وما ألقش منه وأمونا الأوضاع الغلط للرجبة هي تاني رجبة أكثر من 90 درجة يعني لما تنعي رجبة أكثر من 90 درجة ده مش حاجة كويسة للرجبة يعني الأعدة اللي هي المعروفة اللي هي الأرفيس والتربية والحاجات دي دي مش لازم أنا أكثر منها لازم تمالي أفرد رجلية يعني عندي أرفيس كتير أو تربية كتير ده مش حاجة كويس طيب دكتور الرياضة دايما بنقول أن الرياضة مهمة ولكن هل الرياضة والمشي مهمين برضو عند الأشخاص اللي بيعانوا من خشونة الرجبة آه طبعا الرياضة مهمة تقوية العضلات وتقوية الأربطة والمشي نفسه أحسن علاج عشان الدورة الدموية نفسها تزيد للمفصل بالمشي نفسه حاجة كويسة بس النط يعني مش كتير مامشيش لمسافات كبيرة مامشي مسافات قليلة عشان ما عملش برضو أوفريوز للرجبة يعني ده معناه إن إحنا مش غلط إن أي حد عنده مشكلة في الرجبة أو خشونه في الرجبة إنه يمشي ده شباب أو حتى كبار آه طبعا بس مالعبوش رياضة بشكل عنيف مالعبوش رياضة بشكل عنيف ويمشوا بس طبعا بتختلف بقى من سن لسن يعني الصغير بيمشي مثلا ممكن يمشي أكتر شوية من الكبير الكبير يمشي برضو عشان الدورة الدموية بس مش يمشي كتير يعني ما يمشيش بحاجة إن هو يتعب نفسه من كتر المشي دكتر بنسمع كتير قوي خشونة الرجبة بالذات عند لعيبة الكورة وبقيلة دي كتير جدا بالذات إن هما شباب ليه ليه بالذات لعيبة الكورة هما اللي بيعانوا من خشونة الرجبة لعيبة الكورة طبعا يعملوا أوفيوز يعني بيستعملوا كتير لكبتهم والإصابات بقى اللي بتيجي في الغضريف والرباط الصريبي والحاجات دي الحاجات دي كلها طبعا بتأثر على الرجبة فلازم طبعا كل هو فت للرياضة دي نفسها ولازم يعمل إحباء مظبوط قبل ما ينزل عشان ما يجلوش إصابات في الرباط الصريبي والغضروف فلعيبة ولو حصل له أي إصابة لازم يتعالج منها في أسرع وقت بطريقة مظبوطة ولازم طبعا يقوي عضلات وكده عشان لعيبة الكورة بيجلهم الإصابات دي كتير فعلا زي بقلتي ترجمة نانسي قنقر